كان كلم غريب كان كلم غريب ولو بحور من عمك الكلمة غريب ايه عنيك سلاح وقلب دعيف ولا الصيف والشمس الصيف والشم يعني تعرف كم كل بيجيب أفكار كان جيل جميل لأ وكمان مقصرت لازلت مقصرت يعني حتى جيلنا يعني بصراحة أنا لما بكون ماشي في الشارع ألاقي كل واحد مسامين بأغنية هو ربنا كرمني تعرفي يا أسرار ان كل محطة تعرفي انت بتتمني أغنية من الشريط تنجح أنا كنت بالي الألبوم كله ينجح اشكر ربنا فعلنا لدرجة أولو الحق واسطاني دي كنت أنا أغنية واحدة وعلي حميدة أغنية وحميدة أغنية ومجد الشهر أغنية صحر نيجي أغنية كلنا الأغنية دي الوحيدة أمشي في جامعة الدول ألاقي أولو الحق أمشي في أي شهر أغنية لدرجة القطاع الاقتصادي في التليميزيون المصري بعتلي وقال لي عايزين نصور الأغنية دي صورتوا أنا بخسر الغسيل بقى اه والله كان كان أخراجها عبد الحكيم التومسي الله يرحمه المخرج الكبير يعني وكانت إنتاج التليميزيون الله الله كانت يعني بجد كانت مشرفة وليها الحمد لله يارو إبراهيم طبعا أكيد تكرمت في دول وروحت سافرت اه كتير يعني في حاجات ناس ما تعرفهاش يعني خدت صوت الجالية في أستراليا وخدت مطر بالجيل من التليميزيون العرب الأمريكي في أمريكا وطبعا هنا عملت ألبوم أول حبيب تكرمت يعني الألبوم رقم واحد على مستوى مصر أول حبيب ده كسر الدنيا جدا يخسر يا أول حبيب أنا بجد عايز أشوف يخسر يا أول حبيب طب نغني منها جزء ماشي يريد أن تشوف يخسر يا أول حبيب ماشي ماشي ولا يمعينيك حسد بقلب اللي اشتكاها يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب ملكش في الطيب نصيب يا خسارة يا خسارة يا أول حبيب ملكش في الطيب نصيب ضيعتني وجرحتني وأنا كنت ليك يعني أنا أخبرك وأنا ثالث عايشة الحكاية وموضوع دي بداية وليد سعد كانت أقول حاجة لوليد سعد كان عامل الحب جميل الله يرحمه شهب حسن بس كانت البداية الحقيقية لنجومية وليد سعد الله يرحمه مصابة ذاكي جابهول للستوديو وقال فيه لحن وليد عامنه وهو والده صاحبك الفنان الشعبي فنان السمسمية حسن سعد الله يرحمه وإسمع اللحن دا كنت أنا مسافر في استراليا فقلت له لا أنا مش هسافر وهعمل اللحن وقلت له مساموا الشريط أول حبيب فالشريط دا نزل كنا بنعمل عادات ان الفرشة عشرين ألف مرة واحدة لقينا الفرشة بتتعامل تلتمئة ألف أنا في استراليا وخبر الشريط جاني ولقي أغنية منه كانت اسمها أغنية أنا أولا بحبك شاكل الموجي كان باية حالي تقريبا نيس اللي هو باع حالي راح لبنان بعد خمسة أيام ليت حدي اسمه أحمد دوغان على اليوتوب موجودة مغنيها فبأتكلم الشاكل قالها واه نسيت نسيت ربنا تتلعب وفنين جميع دا أنا بحب أول طبعا بقالك كتير ما سمعناش أعماله لان فيه لبنانين جدا بهم نسبة لبنان أنا أنا بأعزي بأعزي شعب لبنان والمحنة اللي هما فيها بس اللبنان قادرة إنها ترجع تاني بسواعد أبنائها في المقام الأول وبمساعدات أنا بشكر سيادتي الراسة على الدعم التيارثين اللي راح من الأرض وكل العالم بعد لا إحنا وجامع الدول العربية بتتبنى القضية وتتبنى بتحقيق وأنا عايز أقول لشعب لبنان أنتوا أقوى من أي محنة وبإذن الله لبنان هتفضل لبنان ترجع تاني بإذن الله أتمنى إن لبنان لا بلد عظيمة بلد عظيمة بشعب جميل راكي جدا صحيح نحن تحقيق يعني يعني كل أعزاء الزمناء أنا كمال الفناني هناك وكل قصة الروس طبعا نقولهم حاجة يا ريت اللي لبنان إراك